السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً اليوم حكينا أو حلقتنا راح تكون عن الزهرة كوكب الزهرة اللي بدو ينتقل لبرج السرطان اليوم أو يوم الأحد طبعاً أنا فاتح الخارطة أيو على يوم الأحد على موعد الانتقال ما بعرف أين بتنزل الحلقة ولكن إن شاء الله أنها بتنزل قبل يوم الخميس يعني طيب عول إشي خلينا نلقي نظرة على الخارطة الفلكية ونشوف الزهرة اللي موجودة في هذا المكان يعني هي موجودة الساعة على حسب التوقيت اللي أنتوا شايفينه اللي هو توقيت الأردن يعني أنا حاطها اللي هو سبعة خمسة الفين وثلاثة وعشرين الساعة ستعاش وثلاثة وعشرين دقيقة طبعاً إحنا زيادة ساعتين عن توقيت جرينيتش فعشان هيك بيختلف الوقت يعني بدي أرجع أنا عشان أحولها لـ 12 بنزل 12 ناقص 12 من هذا الرقم فبتصير عندي اللي هي اللي هو ساعة 12 الظهر وبعدين بدي أزيد ساعتين فيعني بمعنى آخر بنرجع لأنه الساعة الآن 22 وثلاثة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني قبل الانتقال بدقيقة ليش أنا حاط على هذا الوقت تحديداً طبعاً هنا زي ما أنتوا شايفين إنه درجة هذا استكمال يعني بتكتوا تعتبروه درس مع الدرس اللي أنا عملته الزهرة موجودة الآن على الدرجة 30 ولكن من لايه أنه مكتوب إنه زي ما أنتوا شايفين هنا إنه هي ما زالت موجودة حتى لو ع درجة 30 هي موجودة في الميزان آه موجودة في الجوزاء طبعاً الدرجة اللي محتوطة اللي هي تسعة وعشرين وتسعة وخمسين يعني تسعة وعشرين فاصلة تسعة وخمسين فاصلة ثمانية وخمسين يعني هو بالإجمال البرامج هاي دائماً بتحسبش اللي هي الكسور فتعطي الرقم الصحيح فهي على رقم 30 فهنا دسة هي ما انتقلت هي ضايللها دقيقة واحدة لأنه رح ينتقل أساساً ساعة 224 دقيقة عصراً بتوقيت جرينج بتوقيت الأردن 24 دقيقة عصراً ماشي فهنا هاي الملاحظة اللي أنا حبيت أني أنوح عليها المكان الموجود فيه طبعاً هي في مرحلة الانتقال ما زالت بتشكل زاوية التربيع مع نبتن ولكن هاي الزاوية ما رح تطول يعني هي في أواخرها وأيضاً هي بتشكل زاوية تسديس مع المشتري وأيضاً هاي برضو رح تكون بدايتها يعني لسه هي بدها تمشي عشان تكتمل وعشان تشكل نفسها فهي تعتبر منفصلة ماشي؟ طيب خلينا نمشي هالدقيقة ونشوف هاي ماشينا على طول الخط أول ما صارت الساعة آآ ثنتين واربع وعشرين بتوقيت جرينيتش على طول الخط صارت بالآآ بالكانسر بالآ ببرج السرطان ماشي هاي نقطة ما وإحنا رح نشرح كل إشي اليوم على الخارطة الفلكية إذن نيجي منقول هنا أنه يوم الأحد سبعة خمسة آآ أيار مايو ساعة ثنتين واربع وعشرين دقيقة عصرا الزهرة رح تنتقل من برج الجوزاء لبرج السرطان أي أول شغلة طيب الآن هي قديش بدها تضل في برج السرطان هي رح تضل في برج السرطان لغاية يوم خمسة ستة الساعة وحدة وستة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت درينج أوكي طبعا إحنا بس نمشي عند الزوايا ومنوصل للنهاية ومنأكد هذا التاريخ طيب كوكب الزهرة هو آآ ليش يعني بدل على إيش أو بتحكم بإيش وليش دائما كانوا القدامى يتغزلوا في هذا الكوكب أو فيه و يعني دائما حتى بالروحانيات الشخص الزهري ودائما لازم الزهرة تكون محشورة بكل الأشياء إن كان الها علاقة بالروحانيات إن كان الها علاقة بالحب إن كان الها علاقة بالجمال يعني بكل المجالات أو الخصال المنيحة أو الممتازة دائما الزهرة بتكون موجودة فيها النص وإحنا هذا الإشي لما كان موجود بالجوزاء ما لمسناهوش طيب شو السبب أول إشي الزهرة لما دخلت على الجوزاء شكلت زوايا حادة جدا الزوايا هاي كانت كلها مع نبتن مع زحل يعني وبرضو إجت على يعني منطقة فيها نقطة ضعف اللي عملت زاوية برضو مع بلوتو ورح تشكل زاوية مع بلوتو برضو هذا الشهر فكان الوضع سلبي على الأغلب وإجت تراجع عطارد برضو أضعفها بشكل أكبر لأنه عطارد أخذ الساحة لأنه مجموعة الكواكب اللي موجودة حوالين عطارد أو البيت اللي تواجد في تراجعه بيت مجموعة كواكب فعالة موجودة فيه اللي هي المشتري وعطارد والشمس وأورانوس وهدولا كلهم طيلة فترة الشهر الماضي وهي بتشكلش غير زوايا سلبية وإذا شكلت زاوية إيجابية بتكون الزاوية ضعيفة فهذا أخذ الحظ الأكبر من الوجود علما أنه من المفروض أن الزهرة في دخولها للجوزاء وهي أساسا يعني العشرية الثانية من الجوزاء الزهرة من المفروض أنها تكون قوية جدا ولكن للأسف الشديد ما استفدنا إلا القليل القليل على حسب خارطتهم الفلكية حسب تواجد الكواكب في ساعة ولادهم وإن كانت هدول الأشخاص اللي ممكن لمسوا بعض الأمور أو الانفراجات اللي أثرت عليهم طيب نرجع للموضوع ليش دائما بتغزلوا في الزهرة الزهرة من القديم مهمة دائما بيوصفوها السعد الأصغر هي اللي إلها علاقة بالعاطفة إلها علاقة بالحب بالانسجام بالميول الفني بالتفهم بالجاذبية بالمال يعني بكل الأمور هاي طلعوا هسا كيف دا أرجعكم الشهر الماضي شو صار ولكن من سلبيات لما تصير منتحسة أو تشكل زوايا سلبية على طول بتظهر عنا الغيرة والعنادة ولاحظوا أنه الشهر الماضي كله كنت أحذر ديروا بالكم من الغيرة وديروا بالكم من العنادة غير العصبية طبعا اللي إلها علاقة بعطارد الغيرة والعنادة لأنه هي أساسا بتولد هذا الأمر بزيادة وفي نفس اللحظة بتوصل لها إفشال كثير من المشاريع أو من الخطوات فعشان هيك من سلبياتها يعني إذا كانت إيجابية بتعطينا إيجابيات ملموسة ومحسوسة وإذا كانت سلبية على طول الخط بتصير في العامل النفسي عندنا اللي هي الغيرة وحي اللي حواليها من كوابيس وقلة نوم وأرق واكتئاب وأمور زي هيك والعنادة اللي بتسببها طبعا مشاكل كثيرة وتنحت الرأس والمجاكرة مع الجنس الآخر والعنف ضد النساء وإلى ما النهاية وإجت كل هاي وهي بتواجدها بالجوزاء اللي أساسا هو بعمل على عملية تقلب الشخصية والنفسية فما بالك لما تصير كل هاي الأمور مع بعض هاي نوع نعتبره إحنا درس بسيط عن هذا الأمر بدنا ندخل الأمور في بعض طيب الآن بما إنها بدها تدخل على السرطان وبدها تكون موجودة بالسرطان إيش رح نستفيد من هذا الموضوع أو موليد برج السرطان تحديدا لأنه بده يدخل عندهم معناته منشوف السرطان أول برج إيش بده يستفيد مع هالكركب اللي بتصير حواليه بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هم رح يتأثروا إيجابيا هم والأبراج المائية والأبراج الترابية يعني البرج السرطان والعقرب والحوت الثور العذراء الجدي هدولا هم أكثر المستفيدين اللي هم نيجي منعملها إحنا عشكل اللي هي زاوية التزديس يعني هدول هاي السرطان العذراء بعدين العقرب بعدين الجدي بعدين الحوت بعدين برج الثور بعدين السرطان أوكي هاي نقطة طيب معناته إيش بده تتركز الفائدة على أي نقطة يعني إيش الأشياء اللي أنا ممكن أني أنا أستغلها وأستفيد فيها وحقق فيها شغلات مهمة جدا وخصوصا لهذه الأبراج اللي أنا ذكرتها أول إشي بما أنه إلو علاقة بالفن والجمال والمال فهنا الفرص كلها بتتركز للمكاسب بهذا المجال على المجالات اللي إلها علاقة بكوكب الزهر نفسه تعطيك فرص للعاطفة إلى الابتكار للفن للتجميل للمال يعني تعطيه نوع من أنواع السعادة لمدة شهر كامل ولكن تراجع عطارد اللي بيتراجع ومازال بيتراجع ورح يظل يتراجع لغاية يوم أربعطاش تأثيراته ليوم خمستاش ستاش نحسبها ثلاثة أيام سبعطاش كأقصى حد وهو بيتراجع برح يمتص أو يخرب عليك أو يعطل عليك بعض المكاسب اللي رح تجيك من الزهرة ولكن في مكاسب فعشان هيك عليك أنك أنت تجتهد وتكرر المحاولة أكثر من مرة وتستغل الأشياء اللي رح تصير وإيش اللي رح يصير طبعا هنا بدنا نعتمد على الزوايا إيش الزوايا اللي رح تشكلها الزهرة حسنا فيه أشخاص بدهم يجي يقولك يا عمي أنت حكيت عن الزهرة ودخلت وما استفدناش منها ماشي الزهرة تحتك وين موجودة وإيش شكلت زاوي مع الزهرة لما كانت موجودة بالجوزة يعني إذا أنت مثلا زهرتك موجودة لنفترض بالعذراء ماشي وهي دخلت على الجوزة طبعا هنا شكلت زاوي التربيع تربيع الزهرة ميلادك مع تربيع الزهرة اللي موجودة حاليا كانت في خلال فترة الماضية معناته راحت الزهرة أعطتك هي رح تعطيك سلبية أساسا بوجودها بالجوزة ولكن لو أنت يجي دولتلي والله أنا من موليد برج الأسد والزهرة أو الزهرة كانت موجودة عندي في برج الأسد أقول لك لا معناته من المفروض أنها هي أعطتك إيجابية ومن المفروض أنك أنت كسبت في مجال من المجالات اللي إحنا حكيناها أقول لك لو عملية تجميل ولكن كسبت يعني لو أبسط الأمور إلا إلا تعطيك فائدة ولكن ممكن هاي الفائدة تحس فيها فورا وممكن هاي الفائدة تحس فيها متأخرا ولكن لو راجعت الآن الخارطة الفلكية تعتك وشفت أنه الزهرة لما كانت موجودة بالجوزاء وإنت زهرتك وين كانت موجودة إذا شكلت زوايا سلبية مع زهرتك معناته ده تعطيك إشي سلبي الغيرة والعنادة والمشاكل ووا طب إذا عملت إيجابي معناته أكيد بدك تستفيد إشي إيجابي على حسب البيت اللي هي موجودة فيه هاي مختصر الموضوع وعلم الفلك كله قائم على كل الكواكب بنفس الطريقة دائما شمس دخلت على الثور معناته بدي أعرف أنا شمسي وين موجودة بستفيد منها ولا ما بستفيد منها معاملة زوايا إيجابية ولا زاوية سلبية عطارد نفس الشيء الشم القمر نفس الشيء فهاي من النقاط اللي دائما نحاول إن نوصلها والناس بيجي بقول لك أنت بتيجي بتحكيلي عن الجدي إنه أو عن برج السرطان بده يستفيد ماليا ولا مال ولا بطيخ ولا مديونين طبي عمي ارجع شوف قمر تبع حضر جنابك وين كان موجود وإيش بشكل زاوية مع قمرك أو أنت أساسا لما نولدت شو طالعك طب بلك طالعك أنت إحنا حكينا إنه هي دخلت على البيت الخامس للسرطان مثلا دخلت على العقرب من المفروض تعطيك حضوط وإنت أساسا طالعك لنفترض جوزاء إيش أسوي أنا يعني أو طالعك أسد وين الموضوع طب في الأسد معناته في بيت متاعبك يعني معناته المشكلة مش من اللي أنا بحكيه المشكلة إنك أنت لحد الآن مش قادر تعرف إيش اللي إحنا منحكي دائما عشان هيك بعيد وبزيد بظل أحكي اسمع برجك واسمع طالعك شوف إيش اللي بنطبق عليه بعدين خذ فيه لما ينتقل كوكب ثاني لابرج ثاني ارجع اسمع برجك واسمع طالعك واكتب لما دخل على الشمس دخلت على الثور في هذا الشهر صار معي واحد اثنين ثلاث اعرف شو الإيجابيات وعرف شو السلبيات بالشهر اللي وراه دخلت على الجوزاء اعرف شو الإيجابيات وشو السلبيات للكوكب خلص مع مرور السنة مع الدورة الفلكية للكوكب السريعة السنة اللي وراها تلقائيا انت لحالك بتصير تعرف مش بحاجة لسعيد خلص بتشوف الشمس دخلت على الثور خلص بعرف انا انه والله هذا بيت متاعب الجوزاء وانا برج الجوزاء معناته بده تضغط عليه هيك دخلت على بيت الاصدقاء وانا برج السرطان معناته والله بده تأثر على العلاقات الاجتماعية وعلى الاصدقاء هيك بتنحسب الامور لو كل شخص منك ورجع بذاكرته اللي بيحاولوا يجدوا المبررات لانه لا الاشي مش صحيح وانتوا اللي بتحكوه مش صحيح يا عمي انا بحكي توقعات عام الا القمر لما بدخل على الاسد انا ما بحكي لك توقعاتك فهي التوقعات العامة ممكن يصيب معك عشرين ثلاثين أربعين ستين ثمانين مئة في المية انا ما بعرف انا ما بحلل لك في خارتك الفلكية وبحكي لك اللي بدي يصير معك ولكن هي معروف انه لما يدخل على كذا البرج اللي بيته ورقم كذا بده يستفيد بنسبة ستين لسبعين في المية من الاحداث اللي انا بذكرها ممكن تيجي الاحداث كلها ممكن ما تيجي الاحداث معك اليوم ممكن تيجي معك بكرة ممكن تيجي معك قبل ما انا اعمل الحلقة يعني انا اليوم بدي احكي عن انتقالها مثلا للعقرب تيجي في نفس يعني ثاني يوم في نفس اليوم اللي انا حطيت تقول هاي الاحداث صارت مع امبارح او اول امبارح فهاي كلها الها علاقة بالزوايا الكواكب لم يلادك شايفين انا بشطح بالحكي كل ما بقول بدي اختصر في الحلقة بديش اشطح بالحكي بلاقي حالي هذا عادي عادي تحملوني تحملوني طيب نرجع على نفس الموضوع طيب اذا حكينا المجالات اللي رح نستفيد منها في هذا الموضوع هي المجالات اللي لها علاقة بالفن والجمال والمل والابراج اللي بدها تستفيد هي الابراج اللي يا الزهرة موجودة عندها برج من الابراج اللي ذكرناها اللي هي مائية او ترابية او موجودة عنده في نفس برج السرطان او في طالعه اذا كان طالعه السرطان او في طالعه شو مكان المهم انه من الابراج الترابية والمائية وصلت المعلوم الأولى طيب خلينا نروح على اللي بعد طيب هسه كمان من الأشياء طيب ليش يعني هذه الزهرة لها كمان زخم أعطينا كمان أدلة أول إشي بالنسبة للزهرة هي بلغة الطب لأننا ندخل هي بطاقتها اللي موجودة أو اللي بتبثها هي بتتحكم في غدد معينة في جسم الإنسان الأساس من هاي الغدد اللي هي الغدد النخامية عشان هيك هي إلها علاقة بهرمونات النمو وبرضو بالغدد الكاظرية اللي إلها علاقة بالديسترون والكورتزون ما بدي أدخل أنا كثير بمصطلحات اللغة الطبية لأنه هاي كلها هرمونات ولكن هي بتعتمد على الهرمونات الجنسية تحديدا عشان هيك بتلعب بنوع من أنواع الجنس تعمل نوع من أنواع الحيوية والجمال والحب والود والأشياء اللي زي هيك لأنها تلعب على هذا الموضوع طيب شو كمان؟ كمان هاي الهرمونات لما تتنشط وتشتغل في جسم الإنسان بتتنشط عضلة القلب وانقباضات الأوعية الدموية والجلد وبرضو بتحافظ على ضغط الدم لمعدل الطبيعي بتمنح الإنسان شكل جذاب بتعطيه حيوية وبتعطيه نوع من أنواع الطاقة بتخليه مقبل على الحياة بشكل أكبر طيب الآن أنت قلت لي أنه هنا الزهرة بدها تدخل على السرطان طيب هنا بوجودها بالسرطان مولود السرطان هو بتمتع في هاي الأمور؟ لا هو مولود برج السرطان هو أساسا لأنه كوكبه الأساسي القمر فهو إنسان عاطفي لحاله هيك طيب مع وجود الزهرة شو بدي يصير فيه؟ بصير هو إنسان عاطفي وبصير إنسان حساس جدا وبصير إنسان رومانسي جدا ولكن اقتران الكوكبين اللي هم الزهرة والقمر مع بعض وخصوصا نيجي هاي عشريات العشرية الأولى القمر كوكبها العشرية الثانية المريخ العشرية الثالثة المشتري كل واحد منهم إلو صفة الآن طيب الزهرة وين كانت موجودة؟ إذا كانت موجودة بالعشرية الأولى فهذا إنسان عاطفي وحساس وشاعري ويهتم بملذات الحياة وجماليات الحياة إذا كان من العشرية الثانية هذا إنسان بيهتم بالأمور اللي إلها علاقة بالرومانسية والحميمية والجنس والأمور هاي إذا كان من العشرية الثالثة معناته هذا الشخص بيهتم بأمور العلاقة بالمكاسب المالية والأمور التجارة وأمور النشاط وهو إلى مال إنه هي على المال يعني هاي جمال هاي جنس هاي مال هيك تقسمتها اقتران الكوكب بالعشرية له دور كبير فعشان هيك ليش منقول إنه والله هذا والله هس الكوكب هذا لما دخل على البرج الفلاني فقد من طاقته أبفقد من طاقته لأنه اقترن مع مين يعني لما أنا أجاول والله الزهرة دخلت على العشرية الثالثة في الثور أجت هي وزحل مع بعض بدول هذا إنسان رومانسي ولا إنسان عاطفي لا بدول هذا إنسان مادي عنده بخل وبحب ذاته أكثر وعنده تقلبات حتى على المستوى العاطفي يعني سهل جدا يقلب العلاقة معك ويبدأ بعلاقة ثانية لأنه مصالحه هي المهمة وصلت الفكرة طيب هي إحنا إحنا دمجت الموضوع بدرس مع أخبار فلكية عشان نستفيد عسل اللي زهوا وبدهم يروحوا يسمعوا إحنا مقسمين يعني في أول الحلقة في في صندوق الوصف في تقسيم لل روح يسمع أنت تأثيره وخلي اللي بدهم يستفيدوا أو اللي بيبحثوا عن المساء العلمية يروحوا يسمع وهي حطيت أنا أساسا في بداية الحلقة تنويه إنه اللي بدوش يسمع واللي مش عارف إيش واللي هاد يروح على التوقعات لأنها هاي حلقة رح تكون طويل شوي طيب الآن بيوجودها أنت يا سعيد بتقول عنها رح تكون سعيدة ولا رح تكون نحيسة يعني إيش الجو اللي رح تعطيناي نسبة السعادة نسبة النحوس كيف بتحسبها طيب وانا من أن يجي على هذا الموضوع أول شي بدي أشوف أنا إيش الزوايا اللي رح تشكلها عشان أنا أعطيها طاقتها أول إشي بما أنه هاي هاي الزاوية زاوية التربيع منسميها زاوية راحلة يعني خلص زاوية بدها تنتهي فهو أنا بعطيها شي القوة يعني ما رح أحسبها بعطيها إنها هي لها تأثير ولكن الزاوية اللي بدأت بالتشكل اللي هي زاوية التزديس مع المشتري بلشت تأخذ قوة في يوم الدرجة يعني في يوم الانتقال وهو أنا على طول الخط ببلش أحسب أنا احسبات ثانية معناته هنا هاي الطاقة اللي رح أعطيها بعطي أنا أول نسبة إنه أعطتني سعادة للزهرة بأول دخولها لبرج السرطان هذا واحد اتنين إمتى الزوايا أو إيش الزوايا اللي رح تتشكل وهي موجودة بالسرطان هل هي سعيدة أم منتحسة خلينا نشوف أول زاوية رح تتشكل طبعا أنا يعني عارفهم فعشان هيك بدنا نمشي على التاريخ بسرعة اللي نختصر الوقت أول زاوية أول زاويتين رح يكونوا بنفس اليوم يوم 13.5 فأنا نروح 13.5 ها شوفوا بلشت الزوايا تعطي تأثيرات احنا قلنا 13.5 طب هاي بدي أرجع يوم يعني من أول ما بلشت عملية تشكل بالدرجة الثانية بلشت الزوايا اتهل يعني هاي هاي زاوية تثليث ما بينها وما بين زحل بدي أمشي أنا أكمل يوم 13 وبعدين بنحكي هاي يوم 13 طيب يوم 13 إيش الزوايا المتشكلة فهنا بلاقي في عندي زاويتين الزاوية الأولى رح تكون مع عطارد والزاوية الثانية رح تكون ما بينها وما بين زحل وما بينها وما بين القمر طيب هنا أول إشي بدي أجي على عطارد عطارد بيتراجع القوة موجودة بالتراجع هذا أنه عطارد بشكل زاويتين تسديس ورغم أنه بتراجع فطاقة السلبية تعته نزلت الآن الزهرة بلشت طاقتها بقوة لأنها زاويتين إيجابيات مع بعض معناته في إيجابية قوية أول زاوية زاوية التسديس الإيجابية اللي رح تكون بين الزهرة وبين عطارد هاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا من ميل للتسامح مريحين خفيفين الروح فترة مناسبة للحياة الاجتماعية والعاطفية برضو فترة مناسبة للتواصل مع الآخرين برضو في نوع من أنواع الاستفادة والراحة من الدعوات اللي بتجينا بالفترة القادمة من سفريات ومناسبات وأمور إلها علاقة بالتسلية هاي لأنه أمورها إلها علاقة بعطارد بالنسبة للأمر اللي رح يصير بالنسبة لزحل زحل زي ما حكينا هو إلها علاقة بالجدية فهنا على طول الخط منيجي منتطلع طيب إيش الجدية اللي بدها تصير فمنيجي منشوف إنه الزاوية هاي رح تتشكل ورح تعطيه نوع من أنواع الاستقرار للعلاقات العاطفية وبرضو بيدمن لك إخلاص محبوبك بتدل على تحسن أو ضاع إلها علاقة بالوضع المالي شوية فيه أرباح فيه نوع من أنواع يعني تستقر بعض الأمور ولكن لأنه زحل في الموضوع هنا منلاقي إنه فيه إشي جماعات متطرفة بتظهر على الساحة محاولة إحياء موروث معين العلاقة بالدين قضية في الدين بتطلع على الساحة من أول وجديد موضوع لكبار السن أو العجزة أو الشيوخ بظهر على الساحة بصير الحكي فيه ولكن هي فترة مناسبة لو مر إلها علاقة بتوطيد علاقة تحديد موعد لزواج لمناسبة معينة يعني بتدخل نوع من أنواع الأفراح الإيجابية معناته عنا من بداية الدخول لا يوم 13 5 إيجابي ولكن بخلي بعين الاعتبار أني ما أجاز فيش في كثير من الأمور وخصوصاً وخصوصاً إنه عطار للسبيت راجعة طيب نمشي كمان خلينا نشوف الأيام اللي بعديها نيجي على يوم 26 5 لأنه الزاوية اللي بعديها 26 5 فهنا هاي شايفين انفصلت زاوية التربيع اللي مع القمر هون طيب 26 5 هنا في هاي الفترة طلعوا عليه هنا اللي هي يوم 19 ما في زوايا مع الزهرة طيب لما يكون ما في زوايا مع الزهرة شو يعني بما إنه الكوكب الأساسي الموجود ما شكل زوايا بعض الفلكيين بقولك هو يعتبر كوكب محترق شو يعني كوكب محترق يعني سلبي خلص هيك باختصر لك الموضوع هيك أنا قرأت بالكتب هم بقولوا سلبي معناته هو سلبي لا هو مش سلبي ولكن هنا هو يعني ما بعطيك يعني هو ما بعطي الطاقة انت اللي بتعطي الطاقة في طاقتين يعني في ايجابية انت بتعملها عشان تحصل نتائجها وفي ايجابية اللي حواليك هم بيعملوها وانت بتحصل نتائجها هسا بما انه الزهرة الغزوايا معناته الزهرة ما رح يجيب لك من اللي حواليك الايجابية انت بدك تسعى عشان تحصل الايجابية فهنا الايجابية بتكون قوية ولكن اذا انتظرت اللي حواليك هم اللي يبادروا بالموضوع بتروح عليك الفترة وانت ما لك علاقة في هاي العمر ولكن هو فعليا لسه طاقته بتكون ايجابية طيب نكمل عد ليوم 26 زي ما حكينا هاي 20 21 يوم 20 او صباح 20 بتبلش في عنا زاوية اللي هي التسديس تتشكل ما بين الزهرة وما بين اورانس ماشي وهاي الزاوية اللي هي اساسا راح تكون ذروتها يوم 26 اللي انا حكيت عنها اللي انا رأي عليها طيب نمشي لـ 26 وانا هي القمر صار اقتران هاي 26 طيب بما انه يوم 26 راح تتشكل هي زاوية التسديس اللي مع اورانس شو معناته ده تعطينا هاي زاوية بتهيئ الفرصة فانو اورانس كوكب المفاجآت وعطارد انها عملية التراجع معناته هاي بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومنصير ومنصير ننظر للحياة بتفاؤل اكبر وبتصير شعبيتنا بتصاعد اكثر تجلبنا سعادة غير منتظرة وبرضو يعني فيه امكانية لخلق علاقات جديدة بتبنى على المحبة والعفوية وبتشجع على الحب من اول نظرة يعني كثير من الاشخاص رح يوقعوا بالغراميات او الغرام او يبدأوا بعلاقة بشكل مفاجئ بدون سابق انذار ارتباط تطوير علاقة حب فجأ وصلت طيب ومرضو هاي بالدل على ميل الناس للتحرر والتعبير عن عواطفهم اكثر وبتصير زيادة في الرحلات الجوية والحفلات والسهرات والامور اللي له علاقة بالفن والموسيقى والابداع والاشياء هاي وحتى بالتقنيات المتقدمة غير التقنيات التقليدية والكلاسيكية بالتكنولوجيا وغيرها وبتركز على السياحة بتركز على المؤسسات المالية والبنكية وبصير فيه فوضى ما بين ارتفاع وهبوط لانه ما زالت الزاوية ما بين الشمس وما بين زحل متشكلة وايضا الزاوية اللي ما بين المشتري اللي موجود في برج الثور ما زالت متشكلة مع بلوتو فهاي اللي بتدلع الخسارات المالية ولكن في هاي الفترة بصير تقلبات ونسبة الارباح شوي بتطغى او بتزيد طبعا ما راح احكي انا عن نقطة اذا انتبهت لها انه المريخ اساسا كان في مراحل الانتقال في فترة قبل ما تتشكل هاي الزاوية كان في مرحلة الانتقال وكان بشكل زاوية التربيع مع المشتري وايضا كان بشكل زاوية تقابل مع بلوتو يعني برضو بتدلع على رغم انه في اشياء ايجابية الا انه في اشياء سلبية موجودة بالكون يعني في حوالينا رح يكون في اشياء سلبية الا انه الزهرة رح تعطينا ايجابيات طيب ايش بالنسبة للزوايا الاخرى هلكتنا يا سعيد بكفي طولت كثير يا رجل طيب منمشي ليوم اثنين ستة الا هو ما قبل الانتقال واخر الدرجات عشان احنا نشوف الزوايا اللي رح تتشكل يوم اثنين ستة في عنا زاوية مهمة جدا رح تكون ما بين الزهرة وما بين نبتن وهي الزاوية هي ايجابية يعني زاوية ايجابية ولكن للأسف رح تكون ضعيفة ليش لانه الزهرة هنا بتتشكل بزاويتين يعني اول اشي عنا زاوية تتليث اوكي بما بينها هذا المثلث القوي احنا منسميه اللي هي الزهرة مع نبتن مع القمر هذا مثلث قوي احنا منسميه بعطي ايجابيات بشكل كبير ما بين الرومانسية والحب والشفافية والامور اللي لها علاقة بصفاء الذهن والعاطف الزيادة والاهتمام بالجماليات والى ما لنهاية وبعض الاشخاص رح يجذب الاخرين لالهم وبتعطي سعادة على المستوى العاطفي والفني وبعض الاشخاص ممكن يحققوا بعض المشاريع المشاريع المهمة في هذا اليوم ولكن المشكل الاخطر انه الزهرة تعمل تقابل وهذا التقابل يعتبر تقابل عنيف ما بينها وما بين بلوتو وهذا الاشي بعطي نوع من انواع السلبية بعكس كل اللي انا ذكرته يعني بعطي كل اللي انا ذكرته وعبعض الاشخاص بعطي عكس تماما فعشان هيك بتكونوا حذرين في اخر ايام من وجود الزهرة في برج السرطان وخاصة اللي هي الايام اللي بتبلش تتشكل فيها الزوايا وهي بنذكرها طبعا في التوقعات اليومية ولكن بتكون تحطه بعين الاعتبار بداية شهر ستة في احداث برضو رح تكون مش سهلة طيب ماشي يعني هيك انت شو ايجابي ولا سلبي لا طبعا بدي احكي لك انه ايجابي ووجوده في السرطان رح يكون قوي ورح يعطي ايجابيات ممتازة جدا لجميع الابرج فعشان هيك ما ما تتشكك في هذا الموضوع او مش ما تتشكك عشان ما حدا يفهمها غلط يعني ما تحبط بالعكس بدك تسعى عشان تستغل بشكل كبير كل الفوائد اللي بتصير طيب وانا بدنا نمشي ليوم خمسة ستة اي الزهرة لسه موجودة هاي يوم خمسة ستة طلع هاي صارت على درجة واحد بدنا نرجع بالساعة لانه هو احنا قلنا على الوحدة وستة واربعين ماشي يعني بدنا نرجع للساعة ثلاثتاش واحدة اتناش واحدة ثلاثتاش ساعتين هاي هون اتطلعوا ايها لسه موجودة بالسرطان وعلى هو شكل انتقال معناته انا بدي ازيد دقائق عشان اشوف انه مزبوط سعيد بحكي هاي بنمشي وستة واربعين ها شفتوا ايه ستة واربعين صار موجود خلاص دخل على برج الاسد ولكن رح يكون اعنف ايام اللي هي يوم خمسة ستة من اللي جاي الله يستر طيب خلينا نشوف ايش اللي طيب يا سعيد شو يعني هلكتنا خلينا نروع للتوقعات عشان نحكي لكم ايش فيه برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هنا بدنا نيجي نشوف الزهرة وين موجودة بالنسبة لك هي موجودة في البيت الرابع وبما انها موجودة في البيت الرابع معناته هنا بصير فترة ممتازة جدا للامور اللي الها علاقة بالمعاملات العقارية بيع شراء تغيير سكن ادخل تعديلات جوهرية على البيت هاي فترة مناسبة جدا لتوطيد العلاقة مع الاسرة هالمشكلات اللي بتعاني منها من فترة في الفترة الماضية مصالحات برضو بسود المحبة على علاقاتك مع البيت مع الاقارب مع الابناء بشكل اكبر بتتشجع او بتشجع ابنائك على ممارسة هواية بيحبونها او بيحبوها عاطفيا بتجد انه الشريك العاطفي بيحاول انه يتقرب منك بشكل كبير وبطريقة مختلفة وممكن تكون مقبولة او كل هاي الاشياء مقبولة بالنسبة للك اهم اشي انك تحاول تفهم شخصيتك بشكل جيد والشياء برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بما انه هو بالبيت الثالث لايلك فرح يعطيك طاقة ممتازة جدا رح يعطيك حيوية ممتازة جدا ليش لانه وهذا البيت الثالث وزاوية تزديس ما بينك وبينها وبرضو رح يشكل ما بينه وبين اورانوس وبينه وبين عطارد يعني معظم الكواكب اللي موجودة عندك رح تشكل زوايا ايجابية مع الزهرة معناته رح تعوضك عن الفترة السادقة ولكن بايش اول اشي علاقاتك بيصير فيها نوع من انواع المودة والمحبة او بيطبعها العطف او بيطبعها الاعجاب وخصوصا من المحب او الحبيب من الاخوة من الاخوات من الجيران برضو ممكن انك تحل مشكلة عالقة بالتفاهم والحوار وبكون كلامك مقنع وقدرتك على الاقناع عالية وسرعة البديهة عندك ممتازة برضو ابتحظى بقدرة سحرية على التواصل مع الاخرين وخصوصا مع الجنس الاخر رح يكون عندك كثير من التنقلات المفرحة والعلاقات اليومية اللي بتجلب لك السعادة والراحة بيستفيدوا طلاب المرحلة اللي هي ما قبل الجامعة اللي هي مراحل التانوي والابتدائي والإعدادي اللي هي المدرسة هذولا بيستفيدوا بشكل كبير بدراستهم ممكن يحسوا في نوع من أنواع الألفة داخل البيت وينجزوا كثير من دراستهم بيستفيدوا برضو التجار من المعاملات اليومية والتبادلات السريعة وبحققوا فوائد كبيرة وبرضو تعطيك دعم كبير على المستوى اللي له حلاقة بأمور سيارة أمور أجهزة إلكترونية أشياء التجارية واللي بيشتغلوا بهذا المجال برضو بيستفيدوا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا يعني عندك صار في البيت الثاني يعني يعتبر هذا بيتك الأول هذا بيتك الثاني هذا البيت له علاقة بالمال فهنا منقول لك أنه خلال الفترة القادمة موليد برج الجوزة رح يحصلوا على مكاسب مالية أو يحققوا كثير من الأرباح والأموال اللي بتيجي عن طريق المجهود الشخصي ممكن تسترد في هاي الفترة أموال بتستحقها أو ديون قديمة عالقة يعني خصوصا إذا كانت هاي الأمور أو الديون كانت معدومة أو عالقة من فترة طويلة الفترة هاي ممكن أنك تبدأ تحصلها فترة جيدة للتعامل مع البنوك والمصارف وبرضو في أشخاص ممكن يصعوا لمساعدتك وخصوصا من الجنس الآخر ماليا بدك تنتبه شوي من الانفعال والتسرع وحاول أنك ما تقدم على أي مشروع إلا بعد دراسته والتدقيق فيه لأنه قلنا فترة تراجع وطارد ما تتغامر شيء كثير بالأمور المالية ووجوده أساسا لما بيكون موجود هو يعني الشمس لسه بتكون يا دوب دخل الدرجات هالأولى لسه بيت متاعبك فعشان يكون نقول لك ما تغامر بشكل مرعب بالأمور المالية إلا أنك تدرسها بشكل جيد ممكن خلال فترة الشهرات تجد نفسك مسؤول بشكل كبير عن عمل أو عن أو ممكن أنك تقدم بعض الهدايا اللي بتدخل السرور لقلب اللي بتحبه لأنه يا هدية يا رح تدعمه ماليا واحد من الثنتين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا بما أنه الزهرة موجودة عندك وقلنا أنه يعني هنا رح تشعر أنك أنت خلال فترة الثلاثين يوم رغم أنه الشمس بتقترب من بيت المتاعب إلا أنه عندك نوع من أنواع العاطفة الزيادة الجياشة الحب رح تقبل على العلاقات بشكل أكبر بتجد قبول مع الجنس أو من الجنس الآخر جاذبية كبيرة عندك الكثير بحاول أنهم يتقربوا منك ويتودد تعتبر هاي فترة أفضل فترة من فترات السنة يعني لأنه يعني في فترات ولكن هاي الفترة لأنه عندك الزهرة فتعتبر فترة ممتازة جدا مظهرك بصير أفضل طاقتك وحيويتك أقوى ممكن تقوم بتغييرات حقيقية بمظهرك وشكلك الخارجي وهذا الشيء بزيد من تألقك ولكن بعد ما ينتهي تراجعه طارد هاي الفترة مناسبة لكل الأعمال اللي تتعلق أو المشاريع اللي إلها علاقة بالفن والشهرة والظهور والأضواء وبرضو اللي بيعملوا في مجالات إلها علاقة في هاي المجال برضو بتعطيكوا فرصة إلها علاقة بالوضع المالي أو الدعم المالي اللي بيجي من أفراد الجنس الآخر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا منيجي منتطلع الأسد الله يعينه يعني مش إنه الزهرة بس بدأت يدخل على بيت متاعب ولكن المريخ يعني بده يدخل عندهم صحيح إنه كوكب قوي رح يعطي طاقة كبيرة ولكن الزوايا اللي بيشكلها وخصوصا بداية موليد برج الأسد هذولا بدهم يكونوا الدائرين بالهم أما بالنسبة للزهرة ووجودها فهنا منقول الأسد إنه فيه رح تجيك بعض الفرص حاول إنك ما تفوتها هيك لأنه هاي تعطيك فرص منتازة جدا خصوصا للتعامل مع شركات أو مؤسسات كبيرة ممكن يسعى أحد المقربين أو الغرباء من الجنس الآخر لإلك أو لدعمك أو ممكن يتم عمل عقد معك أو صفقة مربحة أو بيكون فيها كثير من الخير ولكن لا تتسرع يعني بدك تراجع حالك تدرسها بشكل جيد لأنه 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 المريخ بده ينتقل عندك وأيضا عطارد بيتراجع فحاول تضلك بسيف صايد عشان ما تدخل على مغامرات وبعدين تصير تهور أهم شيء إنك بعد ما تدرسها وتتأكد من معطياتها بشكل جيد ما تتردد بالقبول أو الرفض برضو في علاقة عاطفية ممكن تقوم فيها أو يقوم فيها بعض بدنا نقول كل موليد برج الأسد لأنه هيك بتهم حالي في الموضوع يعني علاقة عاطفية كانت بالسر وانت ما بدك تظهر هل العلن فيعني حب هيك من وراء لوراء من تحت لتحت من جنب لجنب من هناك لهناك دير بالك إنه تنعرف في الفترة القادمة برضو بتزداد رغبتكم في في الأمور العاطفية وكثير من موليد برج الأسد أساسا ذقورا وإناثا ممكن يدخلوا بعلاقات عاطفية بشكل مفاجئ ولكن برضو بتكن تنتبهوا من صديق ممكن يحاول استغلالكم ماديا أو جسديا أو جنسيا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا إحنا برج السرطان حليف مع العذراء رح يعطي طاقة إيجابية ولكن هو بالنسبة له هذا بيت العلاقات الاجتماعية فهنا وبيت الأصدقاء فدخول الزهرة لبيت الأصدقاء بتمنحك فرصة كبيرة للقيام بنشاطات اجتماعية مهمة ولقاءات متمرة ومثيرة مع الأصدقاء والمقربين ممكن تتعرف لأشخاص بيكون لهم دور كبير في حياتك وأكثر هاي الصدقات بتكون مع أشخاص من الجنس الآخر ممكن تتفكر في إنشاء معهد أو مركز تنموي أو اجتماعي وهذا الشيء على فكرة رح يلقى نجاح مهم بالفترة القادمة عشان هيك حاول أنك تدرسه بشكل جيد وتحاول أنك تعلن بفترة وجود الزهرة ببرج السرطان إذا أنت ناوع هذا الموضوع لأنه رح يلقى الكثير من الأنصار والمشتركين فكثير من موليد برج السرطان برضو رح يتوجه لهم دعوات لحضور حفلة مناسبة موليد برج العذراء أو مثلا يكون لهم مزايا اجتماعية ودعم اجتماعي بشكل أكبر برج الميزان بالنسبة ل موليد برج الميزان طبعا هنا الزهرة بوجودها في برج السرطان بتطور من علاقاتك بالمسؤولين صحيح هي زاوية التربيع تعتبر مع برجك يعني زاوية تسعين درجة إلا أنه بتركز على أمرين هذا بيت السمعة فهي رح تعزز أمر لها علاقة بالسمعة وعلاقتك بالمسؤولين فتطور من علاقتك بالمسؤولين زي ما حكينا خصوصا المسؤولين عنك بالعمل وبرضو بعض أفكارك الخاصة بتجد قبول عند المسؤولين بالعمل ممكن تحصل على مكافأة مالية مجزية أو ترفيع أو ترقي أو تتفاجأ بأنه أحد الأشخاص بسعى للتقرب منك وإقامة علاقة حميمة معك وخصوصا من الجنس الآخر فبدأك تكون حذر من هاي النقطة يعني ما تأمنش لأي واحد من زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل إن كان أنت أو إن كان ذكر حاول إنك برضو اتعبر عن رأيك بشكل جيد ابعد عن الانتقاد اللاذع والسخرية من المشاعر قدر الإمكان وبرضو لا تغامر ولا تجازف ولا تشوه سمعتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا زاوية تثليث قوية جدا ما بينك وبين برج السرطان فعشان هيك يعتبر البيت التاسع لا إلك رح يعطيك الطاقة ممتازة جدا هاي الطاقة إلها علاقة بالسفر خارج البلاد إما من أجل الدراسة الأكاديمية أو الهجرة أو أوراق أو سياحة المهم كثير من موليد برج العقرب رح يرغبوا بأمور إلها علاقة بالسفر وإذا ما سافروا بيهتموا بالأمور اللي إلها علاقة بمتابعة حتى لو برامج وثاقية بتدل على الطبيعة والأشياء اللي زي هيك بعض موليد برج العقرب ممكن يهتم بثقافات لأمم أخرى أو للأجانب إذا كنت من الأشخاص اللي عندهم مشروع علمي أو بيسعى لإعلان بحث جديد أو التقديم لامسابقة عالمية تعتبر هاي الفترة الأنسب لهذا الموضوع واللي برضو حتى الدراسات الجامعية أو زي بماجستير دكتوراه دراسات عليا هاي فترة ممتازة حتى طلاب اللي في الجامعات بيستفيدوا كثير في الفترة القادمة أهم إشي إنك ما تضيع الفرصة وحاول إنك تستعجل لا تستغلها قبل ما نصل لبداية شهر ستة في كثير زي ما حكينا أمور السفر برضو هاي الفترة فترة الأفضل للتعاقد مع شركات أجنبية خارج البلاد أو التعامل مع أشخاص غير معروفين بالنسبة لإلك أو أجانب عنك برضو ممتازة لأمور اللي علاقة بالتجارة الاستراد والتصدير بكل أنواعها ممكن تتلقى مساعدات مهمة في أمور لها علاقة بالأمور القضائية أو في المحاكم الأمور العاطفية لها جانب كبير فممكن أنها تعود الأمور العاطفية إذا كان فيها مشاكل أو فيها بعض التوتر تعود لمجاريها الطبيعية رغم التوترات اللي موجودة وبتشعر بقوة الصداقة في هاي الأيام برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا يعتبر البيت الثامن البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة وعلى رغم قسوة الفترة الماضية والأحداث اللي تراكمت على موليد برج القوس إن كان صحيا أو بالعمل أو بعلاقاته أو بالبيت إلا إنه هاي الفترة اللي هي فترة هذا الشهر يعني شوي بتبلش تنتعش الأمور لأنه تحرك من مواجهته السلبي اللي كان مقابله بشكل سلبي رح يبلش يعطيه بعض الدفعات المالية أو بعض المغريات المالية ممكن يعني الفترة هاي تكون فيها فرص ممتازة جدا لها علاقة بالمكاسب المالية الحقيقية اللي بتيجي من شراكة من قروض من تعويضات أموال مستحقة من ضريبة من أي شيء مشترك أموال مشتركة ممكن تيجيك منها دعم فترة جيدة للدخول في معاملات عقارية وسكنية أيضا زي بيع أو شراء عقار وبرضه هاي الفترة ممكن تحاول إصلاح علاقة سابقة غالبا بيكون الشخص اللي بتتعامل معه بهاي الفترة عنده نوع من أنواع الصدق إلا أنه يعني على حسب برجه برضو وأنت بطبيعة الحال بعد الضغط اللي صار عليك أنت صادق بطبيعتك ما عندك قدرة أو ما عندك طبيعة المراوغة وخصوصا هذا الشهر لكنك المشكلة عندك أنك سريع الحكم لا تتخذ حكمك قبل ما تمتحن الأشخاص اللي بتتعامل معهم حاول أنك تخفف شوي من توترك والتوتر الدائم اللي مسيطر عليك وحاول أنك تنظر للحياة بعين الرضا والتسليم بتلاقي الأمور ماشت معك بشكل جيد يعني ماشي الشهر هذا فيه إيجابيات ولكن هاي الإيجابيات ما رح تنقطع رح يكون فيه برضو إيجابيات ثانية جاية على الطريق برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا هنا الوجود للزهرة رح يكون موجود مقابلك تماما في البيت السابع وهاي لحالها قصة فهنا هاي الزاوية بتجعلك محط أنظار الآخرين ولسيما الجنس الآخر وبرضو هاي الزاوية بتثير الطرف الآخر وبتجعله شديد الغيرة عليك بدك تنتبه من هاي النقطة وبرضو ممكن أو بدك تعمل بشكل جدي للتقرب من شريكك العاطفي فأنه طاقتك أنت اللي ضعيفة هاي الفترة مناسبة جدا للتواصل وحل المشكلات العاطفية العالقة ممكن تحس بقوة العاطفي في حياتك وتسعى للهدوء والسلام على روم بعض المواجهات استفيد من هاي الفترة من كل شيء له علاقة بالشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية كل الأنواع بأنها من باب الشراكة بتحصل كثير من المكاسب هسا فيه ميزة إنه كثير من موليد برج الجدي ممكن يرتبطوا في خلال هذا الشهر أو يصير عندهم بشكل مفاجئ وسريع لارتباط أو لإفساح عن الارتباط أو خطبة للارتباط والزواج أو حتى لو ارتباط عاطفي فحاولوا تستغلوا الفرص بشكل جيد وتدرسوها برضو بشكل جيد واحذروا من بداية شهر ستة وخصوصا آخر موليد الجدي وأول موليد برج الدلو برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا هنا القمر رح يكون في البيت السادس وبما إنه في البيت السادس معناته هنا بعطينا مسألة إلها علاقة بالعمل وبالصحة فهنا فترة جيدة لتحسين العلاقات مع الزملاء بالعمل تقرب منهم بعيد عن التوتر كثير من المشاكل اللي كنت بتعيشها بالفترة الماضية بتبلش تروح باتجاه الزوال أو بتبلش تنتهي بدك تكون متفاهم لظروف الآخرين حاول إنه ما تحملهم أو تحملهم أفكارك الخاصة وتحاسبهم عليها بدك تكون مارين قليلا بدك تكون يعني هيك واضح بعلاقاتك العامة بدك تنتبه أكثر من الإضطرابات اللي إلها علاقة بالهرمونات في بعض الأيام اللي رح يشكل الزهرة زوايا حادة خصوصا مع القمر حاول الانتباه لنوعية غذائك يعني هو بيت ما بيناسبك أو ما بيناسب بشكل قوي على المستوى العاطفي لأنه هو إله علاقة بعطيك فرص على العمل بعطيك طاقة إلها علاقة بالصحة ممكن بعض موليد برج الدل يدخلوا بعلاقات عاطفية من خلال عملهم يعني مع زملائهم أو زميلاتهم أو مراجعين أو متابعين أو زبائن يعني هذا المجال الوحيد للاتجاه العاطفي عندهم ولكن هم بهمهم العمل وبهمهم الصحة أكثر شيء هذا الشهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا بما إنه زهرة دخلت على البيت الخامس فهنا يعني الأجواء رومانسية بشكل قوي جدا هنا هاي الفترة بتحمل لك كثير من الفرص والحضوض العاطفية حاول إنك تقبل الشريك العاطفي كما هو ما تحاول فرض آراءك عليه ما تحاول تغير وتشك وبدك تبدل فيه أول إش بدك تقبله لأنه بالفترة هاي فترة الشهر أنت طبيعتك بتكون نزقة يعني بعجبكش العجب بدي هيك وبدي هيك ويكون هيك ويعمل هيك لا أول إش تقبله كشريك عاطفة بعدين تفاهم أنت هي بعدين بتصير شوية شوية تغير بهذا الموضوع ولكن فجأة بدك هذا الموضوع ما رح تصل للإشي اللي أنت بدك وضيع الشهر هذا عليك هذا الشهر بعطيك عاطفي بقوة جدا رغم أنك أنت شخص حساس جدا وعاطفي على درجة عالي جدا وممكن تصل لمرحلة التملك العاطفي بالشخص اللي أنت بتحبه ولكن بدك تحاول تستفيد من هاي الفترة تحديدا بنوع من أنواع الهدوء وحاول أنك تكون مرن شوي عشان تكون نجاح هيكون بامتياز ممكن تساعدك الزهرة على حل الكثير من التوترات العاطفية الطارئة وهي فترة جيدة للمكاسب المالية وبرضو جيدة للنساء اللي عندهم مشاكل بالحمل أنه يصير عندهم حمل بالشهر هذا إذا أخذوا العلاج أو بادروا بهذا الموضوع كثير من موليد برج الحوت ممكن يرزقوا بأطفال بخلال هذا الشهر يدخلهم ضيفة جديدة على حياتهم هم موليد برج الحمل فعشان هيك بدك تستفيد في كل إشي طاقتك حلوة اهتمامك بجماليتك ممتاز حيويتك مقبول الحضوض بتلعب معك دور كبير فبدك تستغل الفترة الجاي بكل قوتك رح رح تفتح لك كثير من الأبواب اللي لها علاقها بالعلاقات العاطفية الجادة فحاول تستغلها إلا في يعني بداية شهر ستة بدك تكون حذر بشكل كامل يعني كل شي بدك تبعد عنه الحضوض الأمور العاطفية المشاكل الحدية الغيرة الشكل هاي كلها بدك تحطها على الرف طيب أعتقد إنه ساعة كاملة إلي أكثر من ساعة برغي وال شو هالجلد هذا لا حول ولا قوة الله بالله سامحوني يا جماعة الخير ما سحبنا بالوقت يعني لأنه كان تفصيل كثير في الموضوع فعشان هيك أعذروني وبرضو يعني أقول والله الزلمي برمي كثير وحكي كثير وشغلات يعني بستهل عليها لايك ديسلايك مسب أي شي وكبسوا هالكبسات يا جماعة الخير والله يعني الكبسات تشتاق لكم الله يسعدكم يا رب سامحوني على الإيطالة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الانتقال وأخبارنا الفلكية انتقال الزهرة لبرج السرطان أسأل الله أنكم كلكم تستفيدوا من هذا الانتقال ويكون خير على الجميع ويخف الضغط عن الجميع وفي النهاية يقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء